في خبر عاجل ورد قبل قليل يبدو أن هناك قصفا من حزب الله على شمال إسرائيل من قبل حزب الله هناك الأخبار تقول بأن هناك أربعين صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل صباحا هذا اليوم وفق هذه الأخبار العاجلة ويبدو أن التصعيد هناك في جنوب لبنان وشمال إسرائيل يزداد الآن انضمت إلينا مراسلتنا دارين الحلوة من جنوب لبنان ما مصدر هذه الأخبار دارين ما تفاصيل هذا الخبر سجل بداية كان هناك دويل صفيرات الإنذار في أكثر من منطقة الإسرائيلية بينها زيفون، سعسع، صبصوفة ودوذيف هذه البلدات الإسرائيلية تقع في أو مقابلة للقطاع الأوسط في لبنان بعد دوي هذه الصفيرات رفض انفلاق رشقة صاروخية كبيرة جدا من القطاع الأوسط باتجاه هذه المناطق وربما دوي صفيرات الإنذار يعود إلى المشاهدة التي عادة يقوم بها حزب الله بإطلاق المسيارات قبل البدء بإطلاق الصواريخ ليس واضحا بعد ما هي الأهداف التي سقطت باتجاهها لكن دوي الانتجارات سمع في أكثر من منطقة وبالقرب من هذه البلاطق التي دوت فيها الصفيرات الإنذار هناك جبل الجرمق والأهم هناك قاعدة ميرون العسكرية وهي قاعدة ذات أهمية عسكرية والستراتيجية كبرى أيضا سمع أهالي المناطق الحدودية أصوات انفجار لصواريخ القبة الحديدية التي اعترضت عدد من هذه الصواريخ لكن عندما يطلق هذا العدد من الصواريخ هذا العدد الكبير من الصواريخ يكون أخذا بالاعتبار إلى أن عدد من الصواريخ قد تعطلها القبة الحديدية وهناك مساعي لوصول أكبر عدد من الصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان في حال استهدف حزب الله قاعدة ميرون فهي المرة الثالثة التي سيكون استهدف فيها هذه القاعدة كانت هذه القاعدة استهدفت مرتين سابقا لكن استهدفها يأتي ردا أو كان يأتي ردا على عمليات كبيرة دارين نتكلم عن على الأغلب ما حدث من تصعيد مهم بالأمس عندما استهدفت إسرائيل بعلبك وسقط ثلاثة عناصر من حزب الله اللبناني وأيضا كان فيه تصعيد من حزب الله بإسقاط مسيرة وإرسال مسيرة للشمال هل اتضحت أسماء هؤلاء العناصر أهميتهم هل كان هذا بالنسبة لإسرائيل بين قسين صيدا ثمينا فاليوم يأتي الرد من قبل حزب الله على ما حدث بالأمس لا شك أن استهدف هذه المنطقة وتحديدا في حال صحة المعطيات التي قالت إنه استهدف لقاعدة ميرون الجوية فهذا لا شك أنه رد على التصعيد الإسرائيلي الذي حصل بالأمس لكن دعني أشير وأفصل الأشخاص الذين قتلوا في استهدفات إسرائيل بالأمس بالأمس إسرائيل عندما استهدفت منطقة البقاع كانت تسجل نقطة باتجاه حزب الله وتقول إنها قادرة على الوصول إلى مناطق بعيدة جغرافيا عن دائرة التصعيد العسكري وهي قادرة إلى الوصول إلى ما اعتبر وربما قدر حزب الله بأنها مناطق وواقع بعيدة عن دائرة الاستهداف الإسرائيلي كان هناك شخصان معهما حزب الله يتواجدان في تلك المنطقة وجرح شخصان آخران لكنهما لا ينتميان إلى حزب الله واحد منهم ينتمي إلى الجيش اللبناني وربما صدف وجوده في تلك المنطقة أما الاستهداف الذي وقع في بلدة المجادل وهو كان محاولة لإغتيال لحسن سلامي حسن سلامي هو أحد المسؤولين الميدانيين لذلك عملية الإغتيال كانت واضحة ورسالة بالنار إذا جاز التعبير لحزبنا بأن إسرائيل ماضية في تصفية القادة الميدانيين بالطبع لم ينعي حزب الله على أنه قائد القائد الوحيد الذي أرفق بيان النعوى باسمه كان ليه سام الطويل وهو كان مسؤولا ميدانيا كبيرا جدا أما الآخرين فهؤلاء مسؤولون مجموعات يعني لا يتحدث عن صفاتهم بوصفهم قادة وإنما يقول الشهيد المراهد فقط يكتفي بهذا العبارة لكنه لكي أنه كان أحد كبار المسؤولين الميدانيين المرقبتين بشكل مباشر بالجبهة الجنبية أشكرك شكرا جزيلا مراسلتنا دارين الحلوة حدثتنا عبر الهاتف من جنوب لبنان شكرا جزيلا تنين الحلوة حدثتنا